اشتركوا في القناة القمر ما زال في مرحلة خلوه المسار هو في منزلة الثرية وحكينا انها هي جيدة وبتنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لظهار اي شيء ومناسبة للسر والكتمان واغفاء الامور ورح يظل في منزلة الثرية لغاية ساعات الظهر بعدين من ساعات الظهر بانتقل لمنزلة الدبران وهي سيئة لا تصلح الا للعداء والمشاكل ومن الافضل عدم البدء باي شيء جديد طبعا احنا الان في فترة خلوه المسار خلوه المسار هذا بدأ الساعة ثلاثة وخمسين دقيقة بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الاردن منزيد عليها ثلاث ساعات الساعة ستة وثلاثة وخمسين دقيقة بدأ خلوه المسار الان رح ينتهي في تمام الساعة خمسة وثلاثة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وهذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوه المسار طبعا القمر رح يستقر في الثور ساعة خمسة وثلاثة وثلاثين دقيقة مساء ببدأ يعمل اول زوايا تأثيرات القمر على كافة الابراج لما بكون موجود في الثور في الفترة هاي بنشعر بالحذر اكثر ومن ميلة المحافظة على ممتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب ان نعتمد على انفسنا ماديا وان لا نفكر في اقتراض المال من مصرف او من صديق في فترة وجود القمر في الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار يمكن شراء عقار ما وقضاء وقت ممتع في البيت وبمشاهدة التلفاز مثلا اول زاوية رح تتشكل معنا هي زاوية رح تكون في الصباح هي زاوية التزديس ايجابية رح تكون بين القمر وعطارد رح تكون في تمام الساعة اربعة وخمس وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش نشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة اما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل لان الشمس الان بدأت بمرحلة اللي هي زواية التقابل اللي رح تكون بين الشمس وبين المشتري وبين عطارد وبين زحل فاليوم الزاوية اللي رح تتشكل هي زاوية التقابل سلبية بين الشمس والمشتري رح تكون في تمام الساعة سبعة وثمانية وخمسين دقيقة صباحا في هاي الزاوية طبعا هاي بتدل على تبدد الحضوض في اي مسعى من قوم فيه يعني ما تعتمدوا على الحظ نهائيا في اي مسعى وبدكوا تتجنبوا او بتنجذب بالمرحلة هاي للاخمار او المضاربات المالية او تجربة الحضوض وديروا بالكوا بما انك بدك تنجذب للامور هاي معناته الامور سلبية معناته رح تخسر ورح يصير فيه خسارات مالية بالفترة هاي هذا الاتصال غالبا بسبب مغالاة في النفقات يعني بصير عندك رغبة في انك تنفق فلوسك وتشتري اشياء انت مش بحاجتها وخسارة مالية وفشل في بعض المشاريع وخصوصا اذا بدأت في اثناء قيام هاي الزاوية فكل بده يحذر من الامور المالية طبعا في خلال الفترة هاي ماليا تظهر بعض المشاكل اللي الها علاقة بالعملة او بالغلاء او بالضريبة او بارتفاع الاسعار او امور الها علاقة بالتقلبات على مستوى امور الها علاقة بالمؤسسات المالية زي البنوك او اشياء العلاقة بالميزانية او باشياء العلاقة بالاقتصاد طبعا بشكل سلبي اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران ايجابية رح تكون بين القمر واورانوس رح تكون في تمام الساعة 22 و13 دقيقة عصرا وهاي بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك طبعا بما ان القمر رح يكون موجود في الثور معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم 16 سبعة رح يكون في تمام الساعة 3 و21 دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة 5 و19 دقيقة صباحا لا ينتقل لبرج الجوزاء اما بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار المربع يعني بلش يصغر عن حجم منتصف القمر باتجاه الهلال فعمره 23 يوم في تمام الساعة 10 و28 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بيصير عمره 24 يوم نسبة الاضاءة بتكون 30% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 22 سبعة مزاجها منتحس القمر في الثور حتى يوم 16 سبعة المزاج سعيد عطارد في السرطان حتى يوم 5 ثمانية المزاج ما زال سعيد رغم انه عنها تراجعه حكينا انه ليوم 15 الشهر ليصير سعيد الزهرة في الجوزاء حتى يوم 7 ثمانية المزاج سعيد المريخ في الحمل حتى يوم 9 تسعة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12 تسعة مزاجه منتحس زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم 29 تسعة مزاجه سعيد أورانوس في الثور حتى يوم 15 ثمانية وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 29 تسعة وعشرين 11 مزاجه سعيد بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه سعيد يعني بمعنى اخر انه بلوتو رغم زاوية التقابل مع الشمس الا انه لحد الان سعيد فعشان هيك تأثيراته السلبية ما الها التأثير القوي زي ما ذكرنا في توقعات الاسبوعية وزحل ايضا لانه سعيد برضو عمل زاوية التقابل مع الشمس بدأت تأثيراتها فلسا الامور ما احتدمت وبرضو مزاجه سعيد فهذا بيقلل من مخاطر هاي الزاوية طبعا وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما انه القمر الان انتقل وصار عنا في البيت الثاني لالحمل فعشان هيك الفترة هاي بتتركز على الامور المالية وعلى الميزانية وعلى الاستحقاقات المالية واشياء من هذا القبيل اما بالنسبة للبيت الاول فالاجواء احسن اليوم يعني بتكون مشحون بطاقة رغم التقلبات او الضغوطات اللي بتصير عليك الا انه عندك قدرة عالية جدا على شحن نفسك بطاقة ايجابية وقدرتك على انجاز كثير من الاعمال خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت الثاني طبعا اليوم بيحمل معاه فرصة مالية بتكون مفاجئة ممكن تدخل تحسين على ميزانيتك او تعالج استحقاق مالي اهمش انك ما تتسرع بتوظيف الاو مال بدك تدقق بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء شوي بتكون ضاغطة على مستوى الاتصالات ممكن تفشل في بعض الاتصالات او ما تتلقى جواب على بعض الاتصالات ممكن ترغب بتنقلات او حوارات خلال هذا اليوم لكن المزاج شوي بكون متعكر في نوع من انواع العصبية رغم انه الزهرة موجودة بشكل ايجابي وتحدث زوايا ايجابية الا انه التقلب بالمزاج عندك سريع وبرضو عصبيتك في لحظات ممكن انها يعني تخرج عن السيطرة فعشان هيك بدك تراقب هاي الامور بشكل جيد اللي عنده امتحان او عنده مقابلة اليوم بده يركز بشكل كبير بالنسبة للبيت الرابع طبعا ما زال عطارة بتعطي نحوسة والشمس بتعطي نحوسة فما زالت الامور اللي الها علاقة بالعقارات او الها علاقة بالسكن او الها علاقة بالعائلة او الها علاقة بالامور المحيطة فيك في اطار البيت يعني شوي بكون فيها نوع من انواع الضغطات فعشان هيك بتسبب لك مشاكل او ما زالت المشاكل قائمة او الحدية او خلاف مع احد افراد العائلة أو الاستياء من تصرف أحد أفراد العائلة أو حتى من الجيران أو حتى من المستأجرين أو يعني كل الأشياء اللي بتتعلق بالعقار وبالبيت يعني كلها فيها نوع من أنواع المشاكل أصبر لغاية بس 15 الشهر بعدين الأمور بتتحسن بشكل إيجابي وبتدعمك وبرضه انتقال الشمس يوم 22 الشهر بتعزز كل الأمور هاي يعني بتحدث بعض التحسينات ممكن بيع عقار أو استيجار عقار أو بتنتهي خلافات بشكل ملحوظ أو سريع يعني الإيجابيات كلها بتبلش معك من يوم 15 الشهر بشكل يعني جيد بالنسبة لإلك أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي شوي فيها نوع من أنواع التقلبات بالمزاج وبتحدث بعض الحدية أو الخلافات أو سوء التفاهم ما بينك وبين الحبيب ممكن تحتد في بعض المسائل أو تزعل أو تذاير من تصرفات الحبيب خلال هذا اليوم حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية ممكن الخلاف يمتد لأحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس الأجواء جيدة على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ممكن تهتم ببعض العقود أو بعض الأوراق أو بعض المتطلبات اللي لها علاقة بالعمل في منك رح يكون له مراجعات طبية أو فحوصات أو الاهتمام بالصحة بشكل مباشر أو مراقبة صحته أو الشعور بتعب يعني بمعنى أن الصحة بدك تركز عليها بشكل قوي أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي شوي الأمور بتحتد اليوم فهي بتسبب لك نوع من أنواع الخلافات أو الحدية أو سوء التفاهم ممكن يعني تظهر لك بعض الأشياء اللي أنت ما بتتوقعها حاول أنك ما تفرض رأيك وما تحاول أنك تتهكم أو تتحكم في الشريك خصوصا ما بين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن في الأجواء على مستوى أمور البنوك أو المؤسسات المالية أو الأموال المشتركة تقريبا بتكون جيدة إلها بعض الاهتمامات أو إلها نصيب عالي خلال هذا اليوم ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة ببعض التطورات على المستوى المالي أو بحث بعض الأشياء المالية ولكن زي ما حكينا أن الزاوي اللي رح تتشكل بين الشمس والمشتري بتمنعك من أمور العلاقة بالمضاربات أو المنافسات المالية بالفترة هاي لأنه شوي ممكن النتائج تكون مخيبة للأمل أما بالنسبة للبيت التاسع في الأجواء يعني شوي بتحمل نوع من أنواع الروتين ولكن ممكن تظهر بعض المسائل في ساعات الصباح للظاهرة يعني اللي تكون جيدة ودعمة لإلك بشكل قوي ممكن تعزز بعض النقاط القوية مع أشخاص قارج البلاد أو مع شركات أو مؤسسات أو حتى مؤسسات تعليمية على مستوى التعليم والثقافي والدراسي وأمور الامتحانات أهم شيء أنك تتركز وما تعتمد على الحضود أما بالنسبة للبيت العاشر فهو بدفعك للتسلط وبتدفعك هذا بيت السمعة فبدفعك للتسلط أو فرض الرأي أو التدخل في شؤون ما بتعنيك ممكن شوي اليوم الفضول يدفعك أو يستفزك أنك تدخل في مسألة معينة فالثير مشكلة أو أنك أنت تكبر موضوع مش بحاجة ليوصل لهذا المرحلة في منكه رح يصير بينه وبين زميل بالعمل أو رئيسه بالعمل نوع من أنواع فرض السلطة وهذا الإشي ممكن يسبب له نوع من أنواع الخلاف حاول أنك تركز بشكل جيد وما تشوه سمعتك لا تدخل بعمل مشبوهة ولا تخالف القوانين بالفترة هاي أي شيء بشوه السمعة إباد عنه أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريبا على مستوى بيت الأصدقاء جيد فاليوم بيحملك نوع من أنواع التلاقي أو التقابل مع بعض الأصدقاء ممكن اتصالات حوارات ممكن اجتماع ممكن دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء معين أو شيء ممكن تسمع من وراء أشياء لها علاقة بالإطراء أو الثناء أو على أشياء أنت بتنجزها أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها جيدة خلال هذا اليوم يعني بتقدر تنجز أعمالك بشكل جيد تقدر تهتم بصحتك بشكل جيد ممكن تراجع طبيب أو مستشفى أو مراجع مش تكون إليك ممكن زيارة لأحد المرضى أو تفقد مريض أو الاتصال فيه لعياته أو للدعاء له أو للإظنان على صحته برج الثور طبعا القمر رح ينتقل عندكم يعني فيه أثناء فترة الحلقة أو ما بعد الحلقة بساعتين فيعني بنحكي أغلب اليوم القمر رح يكون موجود عندكم بشكل قوي فعشان يكثقاتكم بأنفسكم بتكون كبيرة وبعمكم النشاط أهم شيء تبادروا لخطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي بتتحسن عندك المعنويات بشكل ملموس وبتنطلق في ورشة جديدة لا تشجع لمواجهة واقع صعب بتمارس إرادة قوية في اندفاع وحماسة وبتنتصر على كثير من الاعتبارات أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة شيئا ما على المستوى المالي فأغلب موليد برج الثور ممكن يهتموا ببعض المسائل المالية خلال هذا اليوم أو أعمال أو مكاسب مالية أو دفعة تساعدهم في بعض المجالات المالية ولكن أهم إشيء أنهم يقللوا من مصاريفهم أو البذخ أو الإسراف ويحافظوا على أموالهم من السرقة أو الضياء أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء ما زال فيها نوع من أنواع الحدية والتوتر فهاي بتخليك مشتة الذهن مش مركز حتى مهمل بدراستك أو مهمل بأمور فكرية ممكن ما عندك القدرة على الابتكار بالفترة هاي ممكن تنشط بتنقلات أو تنقيل أو ترحيل أو أمور إلها علاقة بالنقاشات والاتصالات ولكن إجمالا أنت شوي هيك العصبية بتطغى في بعض الفترات بدك تمسك حالك من العصبية وما تعتمد على الحدود خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت برضو فيها نوع من أنواع الاضطراب خلال هذا اليوم وبيزيد مع ساعات الصباح بيحدث نوع من أنواع التوتر أو ردات الفعل السلبية أو الاضطراب أو مشكلة معينة أو اهتمام بموضوع بتعلق بأحد أفراد العائلة ممكن يكون لك اهتمام ببعض المشاكل أو التعطيلات أو الأعطال المنزلية أو شيء له علاقة بأثاث أو مشتريات إشي جديد ولكن أهم إشي أنك تتفقده بشكل جيد وتقرأ الكفالة تعته إذا بدك تشتري جهاز مثلا وبرضو يعني تفقده منيح خوفا من أنه تنغش أو يكون في مشكلة في هذا الجهاز أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة على المستوى العاطفي وهي بتحمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الحبيب ممكن تهتم ببعض المسائل العاطفية خلال هذا اليوم أو هواية معينة أو تفكر في نوع من أنواع الانطلاقة اللي لها علاقة بالمرح أو الفرح أو أشياء هيك زي تغيير جو ممكن يكون لك اهتمام بالتعامل مع أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ضاغطة على مستوى بيت العمل فهي بتسبب لك بعض الإرباكات إما أعمال الزيادة أو بيكون العمل منهك أو بيكون فيه اضطراب أو مشكلة إلى علاقة بالعمل معك أو مع زملائك أو مع رئيسك بالعمل أو بتظهر شغلة صعبة فاليوم بدك تركز جيد ما تعتمد على الحضوض في إنجازها بدك تركز فيها خوفا من الأخطاء أو النسيان أما بالنسبة للوضع الصحي فابده رقابة يعني بدك تهتم بصحتك بشكل جيد ما تترك يعني أعراض إنها تقول والله جانبية إذا شعرت بأي شيء غير اعتيادي راجع طبيبك أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة يعني شوي الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية بتقارب ما بينك وبين الشريك أو بتعمل أجواء جيدة شيئا ما ممكن تحلوا مشكلة معينة أو تتقاربوا في وجهات النظر أو سر اندماج ما بينكم على رأي معين يعني إلا أجواء فيها نوع من أنواع اللطف أو فيها نوع من أنواع الإيجابيات أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا على المستوى الأموال المشتركة ممكن تظهر بعض العقبات خلال هذا اليوم ممكن تهتم بمسائل إلها علاقة برصيد أو إلها علاقة براتب أو إلها علاقة بغرامات أو خصومات أو دفعات أو أشياء إلها علاقة بالبنوك أو الضريبة أو التأمين أو أشياء بتتعلق بعقد أو قراءة نص شيء مالي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا بتضغط بشكل سلبي فممكن اليوم تعصب على مسألة إلها علاقة بالتعليم أو بالدراسة أو ما تركز في امتحان معين أو يتوجه لك سؤال ما تعرف تجاوب عليه بدك تكون مستعد وجاهز لأي مواجهة أو لأي نقاش أو لأي حركة ممكن تجيك بشكل طارئ فيه ممكن تظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة بأوراق مثلا بإقامة مثلا أو أوراق قانونية أو معاملات أو تسمع خبر قانوني يعني الخبر هذا يكون مش لصالحك بدك تركز بهاي الأمور أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة ودعمة بقوة على مستوى بيت السمعة فاليوم تقدر تدافع عن سمعتك وتعزز سمعتك وبرضو تبني بعض العلاقات أو تستغل بعض العلاقات لواسطة أو دعم أو ممكن تحريك معاملة معينة في منك رح يهتم ببعض المسائل المشترك ما بينه بين زملاءه أو رؤساءه بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء فالأجواء يعني بتوعد في نوع من أنواع اللقاء أو التواصل الجيد ما بينك وبين الأصدقاء خلال هذا اليوم فممكن يحمل لك إما لقاء أو تعاون مع صديق مثلا أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو مرافقة صديق في مشوار أو في رحلة أو في طلعة أو في سهرة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء برضو بنقدر نحكي روتينية يعني بمعنى بتقدر تنجز الأعمال المطلوبة منك والإنشغالات بشكل روتيني في منك رح يهتم بشؤون صحية أو رقابة صحية أو تغذية مثلا أو أمور إلها علاقة بصحة أحد الأحبة بحاجة للإطمئنان أو للاستفسار عن أوضاعه برج الجوزاء طبعا القمر الآن موجود في بيت المتاعب وبما أنه موجود في بيت المتاعب معناته الفترة هاي فيها نوع من أنواع الضغط أو السلبية اللي بتكون أو بتأثر عليك بشكل سلبي خلال هذا النهار بدك تنتبه لبعض الأمور بشكل قوي صحيح أنه الزهرة عندك وبتدعمك بشكل قوي ممكن تغير من شخصيتك ونفسيتك على البيت الأول ممكن تفكر في خروجة أو نزهة أو تغيير جو بالفترة هاي بتدعمك على بعض الأشياء الإيجابية وبتساندك في قوة أو بقوة ببعض الحضوض اللي بتجيك بشكل مفاجئ كنوع من أنواع المساعدة أما بالنسبة للبيت الثاني فهنا الضغط رح يكون على مسائل إلا علاقة بالأموال فممكن اليوم إما تتغرم شيء أو مصاريف أو دفعات أو أشياء إلا علاقة ببعض المسائل أو المشاكل المالية يعني بممكن تظهر مصاريف الزيادة أو خلق من مسألة مالية أو مصاريف الزيادة أو تبدد فلوسك على أشياء أنت مش بحاجتها زي رفاهيات وكماليات أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا بتدعمك بقوة اليوم على مستوى الحوارات والاتصالات والنقاشات وممكن اليوم يصير لك نوع من أنواع التواصل الإيجابي اللي يدعمك بقوة خصوصا تبرير وجهة نظرك شرح بعض المسائل الدفاع عن نفسك الترويج لسلعة معينة أو لأمر معين يعني الأجواء إيجابية وبتدعمك بقوة خلال هذا اليوم فممكن تنجز بعض الاتصالات أو التنقلات بشكل قوي أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء بتدعمك على مستوى البيت وبتعمل تقارب جيد ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن يتوجه لك دعم أو نوع من أنواع التعاطف أو المساعدة أو لقاء للعائلة مثلا أو اجتماع ممكن تنشغل ببعض الأمور البيتية أو المنزلية أو تهتم بأمور عقارية أو ترحيل مثلا شراء عقار أشياء من هذا القبيل كلها تقريبا بتكون قوية وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة برضو بتكون قوية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء ضاغطة على المستوى العاطفي فممكن يصير في خلاف أو سوء تفاهم ما بينك وبين الحبيب بدون قصد ممكن تتحسس من بعض المواقف أو من بعض ردات الفعل ممكن تنحسب بعض الأمور سلبية باتجاهك بسبب تصرف أنت مش قصده أهم شيء أنك تراعي مشاعر الحبيب خلال هذا اليوم وتنتبه لهذه النقاط وخصوصا مع الحبيب أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا يعني فيها نوع من أنواع الضغط على مستوى العمل ما زالت الأمور ضاغطة بتسبب بعض الخلافات أو ردات الفعل السلبية أو أشياء لها علاقة بعمل متراكم أو ضغط بالعمل أو مشكلة بالعمل بتكون منها مكفيها بتكون ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل مرضو بدك تراعي وضعك الصحي بشكل قوي أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية يعني بتدعم علاقتك ما بينك وبين الشريك بتعمل نوع من أنواع التقارب ممكن تنجز بعض الأمور المهمة خلال هذا اليوم أو تعمل لك نوع من أنواع المصالحة أو ترتيب وضع مع الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمر هنا ضاغط على الأمور المالية وخصوصا الأموال المشتركة يعني هاي الفترة بتحمل نوع من أنواع الضغوط اللي إلها علاقة بالبنوك أو بالغرامات أو بأقصات مكسورة أو بقضية مالية أو أمور إلها علاقة بضريبة أو راق مالية أشياء من هذا القبيل الأهم شيء أنك تدير بالك من المضاربات ومن المراهنات على الأمور المالية لأن الأمور ما فيها مجال المجازة فيه أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء شوي بكون فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى الاتصالات والحوارات وعلى مستوى التنقلات ولكن أثناء النقاش أو أثناء الامتحانات أو مع مؤسسات تعليمية أو إذا عندك دورة بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحظ حاول أنك أنت تستوعب الإشي اللي أنت بتدرس فيه أو الإشي اللي أنت قائم عليه وتدرسه بشكل جيد وما تتسرع بالإيجابة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء بتدعمك على مستوى بيت السمعة وتعزز علاقتك اليوم بشكل قوي ما بينك وبين بعض الأشخاص اللي بيعملوا معك يعني زي زملائك أو رؤسائك بالعمل وممكن تستغل معرفة معينة أو يدعمك شخص في مسألة معينة أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء فيها نوع من أنواع الحدية أو تقلب المزاج مع أحد الأصدقاء ممكن تنفعل بمسألة معينة أو تضطرب على مسألة معينة يتخلب مزاجك ما بينك وبين الأصدقاء أو تستاء من تصرف صديق أو صديق يعني شوي هيك يأخذ على باله من تصرفاتك بدك تنتبه على أساس أنه ما يصير خلاف أو تفقد صديق في الفترة هاي أما بالنسبة لبيت المتاعف فحكينا أنه اليوم بيطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم لا توقع على عقد ولا تبدأ عملي جديد هاي فترة فارغة من الحظ حلل الأمور بهدوء وابتعد عن الضوضاء لا تقرر على شيء عشان ما يخيب أملك تعتبر هاي الفترة دائما في كل شهر لما القمر يكون موجود بالثور أسوأ أيام الشهر أو أسوأ الأيام بدك تكون منتبه هاي الفترة برج السرطان طبعا بالنسبة للبيت الأول اليوم أنتوا شوي يعني رغم تقلب المزاج إلا أنه أنتوا شوي مشحونين بطاقة إيجابية بتعزز من ثقتكم بالنفس وبرضو عندكم بعض الواجبات أو الإجراءات أو المهام اللي بتحاولوا تنجزوها خلال الفترة هاي أهم شيء أن تركزوا بشكل جيد وثاني شيء ما تضيعوا الوقت لأنه كمان أكم يوم الشمس أو القمر رح ينتقل اللي يصير في بيت المتاعب عندكم فالفترة رح تضغطكم بشكل سلبي فاستغلوا الفرصة وحاولوا تنجزوا مهامكم بشكل قوي بالفترة هاي على أساس أنه ما يتراكم العمل عندكم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء ضاغطة على مستوى الأمور المالية خلال هذا اليوم تحدث لك بعض الإرباكات أو المصاريف أو الدفعات أو الالتزامات أو ممكن الهماك ببعض المسائل المالية ممكن ترتيبها أو قروض أو ديون أو سداد لبعض الأشياء أو مشتريات أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات عندك سرعة بديهة عالية مقنع في أشياء كثيرة أهم مش أنك تسيطر على عصبيتك ما في داعي للإنفعال أو العصبية خلال الفترة هاي يعني حاول أنك أنت تنجز كل أمورك بشكل جيد ممكن يكون لك تعامل جيد ما بينك وبين أحد الإخوي أو أحد الجيران أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت شوي فيها تقلبات إما مسؤولية زيادة أو بعض الأعمال أو زيارات أو إنهماك بواجبات أو أشياء العلاقة بمشتريات أو تصليحات أو ترميمات ممكن يكون لك يعني شوي في نوع من أنواع التعامل العائلي أو موضوع أو نقاش معين أو تقلق على أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء العاطفية جيدة وبتدعمك بقوة خلال هذا اليوم فممكن تتفكر في نوع من أنواع الخروج أو تغيير الجو أو الرفاهية أو الترفيه عن النفس أو أشياء لها علاقة بالمزاج ممكن شوي يكون لك نوع من أنواع التعامل مع أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء بتضغطك بشكل كبير على مستوى العمل صحيح إنه عندك قدرة لإنجاز اليوم الأعمال إلا إنه ممكن تظهر بعض المسائل المقلقة بالعمل أو عمل مهم أو إشي مستعجل يظهر على الساحة أو إنه تتراكم عليك بعض الواجبات أثناء العمل أهم شي إنك تركز برضو على الوضع الصحي خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السابع فهنا بدك تدير بالك يعني الوضع شوي فيه نوع من أنواع الصعوبة ما تراهن على بعض الأشياء أثناء تعاملك مع الشريك بدك تنتبه برضو من الحساسية أو حساسية الجو ممكن تحمل نوع من أنواع التقلبات أو الخلافات أو سوء التفاهم ما بينك وبين الحبيب خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تدعمك بشكل قوي فممكن اليوم تهتم ببعض المسائل المالية ولكن ابتعد عن المنافسات والمضاربات والاجتهادات المالية حاول أنك ترتب وضعك بشكل جيد ما تدخل في أمور إلى علاقة بالقروض والديون بدون ما تراجع وضعك بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء برضو تدعمك بشكل جيد على مستوى أمور إلى علاقة بالاتصالات والحوارات مع أشخاص خارج البلاد أو تنهمك ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالمؤسسات التعليمية أو تعلم لغة أو دورة أو ثقافة معينة أو الاهتمام برواية بقصة بأشياء من هذا القبيل أو حتى لو فيلم ولكن الأجواء جيدة وبتساعدك في كثير من الأمور وعندك برضو خيال خصب أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على بيت السمعة يعني هي جيدة بتدعمك في بعض الأمور اللي بتعزز من سمعتك أو بتقدر تدافع عن سمعتك خلال هذا اليوم أو تبني نوع من أنواع التعاون أو العلاقة أو تطور علاقة ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 هو بيت الأصدقاء فاليوم بتسعدوا من لقاء الأصدقاء أو تعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بالتصرفاته أو طلباته أهمش إنك ما تبقى وحيد الظروف واعدة بتعاطف وتعييد لتحركاتك ممكن تفرح بدعم من جهة ما يعني شوي الفلك اليوم بساعدك وبدعمك وممكن يصير فيه نوع من أنواع اللقاءات أو تعاون المتبادل ما بينك وبين أشخاص أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن يكون لك بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة إما بالعمل أو بالصحة برج الأسد طبعا بالنسبة للبيت الأول اليوم الأجواء مش الأجواء اللي أنت بترغبها أو اللي أنت بتطمئن لها صحيح فيه شوية ضغوطات هيك نفسيا أو بتتهرب من بعض الأشياء بتحاول أنك أنت اتراجع بعض الأمور أو حساباتك في بعض المسائل بتحاول تدقق بالتفاصيل كثير حاول أنك ما تخلي نفسيتك تتحسس من التصرفات أو من الأشخاص اللي حواليك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا جيدة وبتدعمك بقوة خلال هذا اليوم على المستوى المالي فممكن تعزز بعض الأمور المالية أو تجد مخرج لمسألة مالية أو إنك تدير مسألة مالية بشكل جيد في منكو راح يحصل على بعض المكاسب المالية اللي عادة بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء برضو بتدعمك على مستوى أمور إلها علاقة بالاتصالات إلا إنه شوي بكون في عندك نوع من أنواع الحدية أو العصبية وممكن تقلق من اتصال أو من مشوار يعني يكون هيك متخوف من الموضوع إذا استعديت بشكل جيد ورتبت أمورك بشكل جيد فعارف إنك أنت راح تنجز أشياء إيجابية ولكن ما تخلي العصبية والتحسس وتقلب المزاج يسيطروا عليك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت إيجابية وبتدعمك بقوة خلال هذا اليوم فنوع من أنواع التلاقي أو التعاون ما بينك بين العائلة أو مرافقة أحد أفراد العائلة أو الاهتمام بمسألة عائلية ممكن تنجز بعض الأمور بشكل قوي وتكون لصالحك أو لصالح العائلة أو تبدي رأيك في مسألة معينة وتكون إيجابية أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي في شوية الأجواء فيها نوع من أنواع التحسس زي ما حكينا متحسس عاطفيا زيادة فممكن اليوم تزعل أو تذاق من تصرف الحبيب أو إهماله أو عدم إدراكه السريع لمطالبك أو لمشاعرك فعشان هيك ممكن تحتد أو تعصب خلال هذا اليوم دير بالك من الانفعالات ممكن يكون لك تعامل مع أحد الأبناء أو أحد الوالدين ولكن احذر من الخلافات أما بالنسبة للبيت السادس فهو بضغطك بشكل كبير على مكان العمل فإما بسوي نوع من أنواع الخلاف أو الحدية بالطباع ما بينك وبين زميل أو ما بينك وبين رئيس بالعمل أو بيظهر بعض الملفات أو الأعمال اللي بتكون صعبة اللي ما بتقدر تنجزها بوقتها حاول أنك ترتب أمورك بشكل جيد وما بتعتمد على الحظ في مسائل العمل أما بالنسبة للصحة فهي ما زالت بحاجة للرقابة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء يعني على مستوى بيت الشراكي روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فبتتعامل بينك وبين الشريك روتيني على حسب طبيعتكم على حسب علاقتكم ولكن إجمالا الأجواء داعمة أو بتوصي في بعض المسائل للتقارب ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على مستوى الأموال المشتركة تقريبا نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية يعني ممكن تحل بعض المسائل المالية أو تجد مخرج لبعض الأمور أو ترتب بعض المسائل للعلاقة بالوضع المالي أهم شيء أنك تركز بشكل جيد تهتم بشكل جيد وبرضو يعني الأشياء بدها هيك نوع من أنواع الاهتمام المباشر خصوصا في كل شيء بتعلق بالأمور المالية المالية المشتركة أو البنوك أو الضريبة أو القروض أو الديون أو حتى تقلو تحصيل أموالك أما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم بشكل نوع من أنواع الضغوط عليك إما بأوراق قانونية أو معاملات أو مراجعات قانونية أو أشياء لها علاقة بأمور تعليمية حاول ما تتسرع بالإجابات وما تعتمد على الحظ بالإجابات أو بإنجاز بعض المهام وخصوصا اللي إلها علاقة بالتعليم أو بالنقاشات أو بالفلسفة أو بالدين أو بالغيبيات أو بأي أمور حاول أنك تركز بشكل جيد وما تتسرع أما بالنسبة للبيت العاشر فهو بدعمك ومناسب لللي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تعديل على عمله بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين أهم إش أنك ما تتذمر من كثرة الأعباء الضغوط كبيرة ولكنها فترة مهمة ما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك سيطر على أعصابك حتى لو شعرت بالإنزعج أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأجواء جيدة وبتدعمك وبتخارب ما بينك وبين الأصدقاء خلال هذا اليوم فممكن يحملك لقاء أو اتصال أو تواصل أو تعاطف أو رفقة أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو اجتماع مثلا أو تفقد الأجواء إيجابية أما بالنسبة لبيت المتاعب فما زالت الأجواء ضاغطة فعشان هيك دائما بيت المتاعب بما أنه بضغط بضغط على العمل وبضغط على الصحة فبدك تنتبه لعملك وإنجاز أعمالك وبرضو بدك تنتبه لوضعك الصحي والتقلبات الصحية إلك أو لا أحد الأحبة برج العدراء طبعا القمر صار موجود في البيت التاسع فعشان هيك البيت الأول بيكون جيد وبيدعمك بقوة خلال هذا اليوم فعشان هيك اليوم ثقتك بنفسك عالية وبرضو بتقدر تنجز كثير من الأعمال والمهام بشكل قوي وبرضو بساعدك في تحصيل بعض الأمور أو الإهتمامات الشخصية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور المالية شوي ممكن اليوم تربكك أو أنه يكون في بعض المسائل المالية اللي شوي ممكن تسبب لك نوع من أنواع العصبية أو الحدية ممكن شوي هيك يكون في ضغط مالي أو متطلبات مالية أو مصاريف أو تظهر بعض الأشياء المالية بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى الحوارات والاتصالات والتنقلات أهم شيء أنك تركز بشكل جيد تحكم عصبيتك ما تسمح للتقلبات المزاجة أنها تسيطر عليك تنجح وبتكون أمورك ممتازة أهم شيء أنك ما تهم الاتصالاتك ناقش بثقة وبرضو في نفس اللحظة تكون مستعد إذا كان عندك امتحان أو مقابلة أما بالنسبة للبيت الرابع فشايف الأجواء على مستوى البيت تعمل نوع من أنواع التقلبات أو الحدية أو مشكلة معينة أو تفكيرك بيكون من صب على مسألة عائلية خلال هذا اليوم ممكن تظهر بعض المسائل بشكل مفاجئ أو تقلق على أحد أفراد العائلة ممكن تظهر بعض الأعطال أو الاهتمامات المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فهنا بدك تنتبه بشكل كبير على التقلبات أو فرض السلطة أو القرارات أو التحكم بمشاعر الحبيب أو التحايل على الحبيب بالفترة هاي حاول أنك تكون واضح وبرضو ابعد عن الانتقادات اللاذعة وفرض السلطة والسيطرة خصوصا على الحبيب أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا يعني فيها نوع من أنواع التقلبات خلال هذا اليوم فممكن تنضغط ببعض المسائل العملية ممكن يكون عندك عمل كثير ممكن تنهمك بمسائل صحية أو مراجعة الطبيب في بعض الملاحظات على أمور إلها علاقة بالأصدقاء أو زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيت الشراكة فبيت الشراكة اليوم جيد وبيدعمك بقوة بعمل تقارب ما بينك وبين الشريك ولكن أهم إشي قولنا ما تفرض رأيك وما تحاول تتحكم أو تملي شروط معينة أو تفرض رأيك أو توجه انتقادات لاذعة بأشياء معينة حاول تركز وحاول تأخذ نفس هيك وممكن يعني تعمل نوع من أنواع الحلول لبعض المصاعب أو المتاعب أما بالنسبة للبيت الثامن فمستوى الأموال المشتركة في نوع من أنواع الخلافات أو نوع من أنواع الضغط إما قرض أو بنك أو ضريبة أو تأمين أو مستردات مالية أو بتراكم عليك المصاريف أو وضع مالي مقلق بتعلق بأموال الغير هاي الأشياء كلها بدك تكون من تبهلها خلال اليوم تحاول تهدي أعصابك وما تتسرع بقراراتك أما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم ممكن يصلكم خبر من بعيد بتنجحوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو بالاتصالات وخصوصا الاتصالات البعيدة بتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بأحبائكم بتعارتفع المعنويات والفرص أو فرص النجاح بتكون بشكل كبير بتعود للإمساك بزمام الأمور هاي فترة إيجابية جدا بسهل من خلالها الحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب معك الفترة هاي يعني في الأشخاص معينين ممكن تحمل لهم أشياء إلها علاقة بالسفر أما بالنسبة للبيت العاشر فهو بدعمك على مستوى بيت السمعة وبعزز من سمعتك وبتقدر تدافع عن سمعتك خلال هذا اليوم في منكو رح يكون له تعامل مباشر مع بعض الأشخاص الواسطة اللي يدعموه في مسألة معينة أو مشورة في مسألة معينة بتكون محيريته قانونية أو إلها علاقة بالعمل أو قانون العمال وبرضو في نوع من أنواع التعامل بكون الجيد ما بينكو بين زملائكو أو روسائكو بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء برضو يعني بتدعمك على مستوى أمور إلها علاقة بالأصدقاء فبتعزز علاقتك مع أصدقائك أو بتعمل نوع من أنواع الترابط بينكم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلي أو مناسبة أو لقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء برضو فيها نوع من أنواع الإيجابية يعني بتقدر تنجز أعمالك خلال هذا اليوم وممكن تهتم ببعض الشؤون الصحية إلك أو لا أحد الأحبة ولكن الأهم إنك تتراقب غذائك بشكل جيد إذا ظهرت بعض المشاكل أو الأمور اللي إلها علاقة بالعمل بدك تكون حذر وإذا ظهرت بعض المسائل الصحية اليوم بدك تتابعها بشكل قوي برج الميزان طبعا بالنسبة للبيت الأول الأجواء ما زال فيها نوع من أنواع الضغط لأن القمر ما زال بمنازل يعني تعتبر مقابلة إلك فهو في البيت الثامن صحيح أنه أخف ضغط من الأيام الماضية إلا أنه برضو بتحدث بعض التقلبات على المستوى الشخصي والنفسي خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تدعمك اليوم على المستوى المالي فبتفكر في بعض المسائل المالية أو حلول لبعض المسائل المالية ممكن تحصل بعض المكاسب اللي بتجيك من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو مساعدات يعني الأجواء فيها إيجابية ولكن بدك تنتبه من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث الأجواء ضاغطة على مستوى العصبية فبتحملك نوع من أنواع التوتر أو العصبية أو التقلب بالمزاج أثناء تعاملك مع الغير ممكن باتصالاتك أو حواراتك أو نقاشاتك أو ممكن تستاء من تصرف أحد الأشخاص وممكن يكون لك بعض التعامل مع أخ أو جار خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء ضاغطة على مستوى البيت لا تحاول تفرض رأيك ولا سلطتك ولا تصدر قرارات ولا تتحكم بأفراد العائلة ولا تحاول إنك تتشكك أو يعني شوي تتقلب المزاج عندك في أمور إلها علاقة بالبيت أو بالعقار أو بأفراد العائلة ممكن تحمل لك قلق في مسألة معينة على أحد الأفراد أو نقاش معين أو مثلا هيك شوي نوع من أنواع الإهتمام ولكن يعني بسبب موضوع سلبي أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة على المستوى العاطفي يعني بتعملك نوع من أنواع التقارب العاطفي ما بينك وبين الحبيب خلال هذا اليوم ممكن يكون فيه تلاقي على مسألة معينة أو دعم على مسألة معينة ولكن لا تتحسس بالتصرفات وما تنفعل وما تحاول تفرض سلطتك على أحد الأبناء أو أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد وبيدعمك على مستوى العمل وعلى مستوى علاقاتك مع زملائك وعلى مستوى إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن يظهر أو تظهر مسألة إلها علاقة بالعمل بشكل إيجابي ولصالحك خلال هذا اليوم في منكه رح يهتم ببعض المسائل الصحية أو تطلع النتيجة لفحص أو يطمئن باله من بعض الأمور الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فهنا بنقولك بدك تدير بالك على مواضيع الشراكة لا تهمل الشريك ولا تحاول إنك تستفزه ولا تدخل بخلافات معه ممكن تستاء من تصرف أو تحاول تعالج مسألة ولكن طريقة علاجك للمسألة هاي ممكن تتهول الأمور أو تكبرها وتحدث مشكلة أو خلاف ما تحاول تفرض رأيك وما تحاول تشترط على الشريك بعض الأمور على أساس إنه ينفذها أنت بتنفذ أشياء ثانية لأنه في هاي الفترة رح يصير في خلاف كبير ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن فثم فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض صحتكم أو صحت قريب إلكم بتكون بحاجة للرعاية سارع لتهدئة الخواطر وترتيب الأوضاع ممكن تتخلى عن مطالب أو عن مطلب أو عن خطوة بتصرف بدون تباطئ لتصحيح الأوضاع وإعادة بعض الأمور إلى نصابها ممكن تنشغل بمعاملة أو بأوراق أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة بقوة فبتدعمك على مستوى الدراسي أو الرغبة بالدراسة أو البحث عن مسألة معينة أو إنجاز بعض الأمور العلمية أو العملية فممكن يكون لك اتصالات خارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو تطلب دعم معين أو مساعدة من أشخاص خارج البلاد أو تتواصل معهم لأجل مناسبة أو حدث اجتماعي جيد أهم شيء إذا كان عندك أوراق قانونية أو معاملات اتركز فيها بشكل جيد خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء ما زالت فيها نوع من أنواع الضغط على بيت السمعة ممكن تتصرف أنت تصرفات بقصد الاحتياط أو بقصد أنك تحاول تحمي شيء معين ولكن هذا شيء ممكن يتفسر عند بعض الأشخاص خلل أو ضعف أو مشكلة أنهم يتهموك ببعض المسائل أهم شيء أنك ما تشوه سمعتك بخلال الفترة هاي يعني حاول أنك ما تخال في القوانين وما تدخل بأشياء مشبوهة وحاول تنجز أعمالك بوقتها وما تتأخر عن دوامك وما تدخل بخلافات ما بينك وبين زملائك أو رؤساك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأجواء تقريبا جيدة خلال هذا اليوم فبتحمل لك نوع من أنواع التلاقي أو التقارب ما بينك وبين أصدقائك فممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو تنشط أنت ببعض الأمور الاجتماعية خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة فبتساعدك على إنجاز بعض الأعمال وبرضو رقابة صحتك وغذائك خلال هذا اليوم ولكن ممكن تحمل لك بعض الأمور اللي إلها علاقة بصحة أحد الأحبة أو رقابة موضوع أو مراجعة طبيب أو استشارة بمسألة إلها علاقة إما بالعمل أو بالصحة برج العقرب طبعا القمر اليوم مقابلك مباشرة فبما أنه مقابلك مباشرة معناته شوي بكون في عندك تقلبات على المستوى النفسي يعني مشحون بشوية حساسية أو سلبية أو شوي تشاؤمية حاول إنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وفي نفس اللحظة تمسك حالك من العصابية وحاذر من التقلبات الصحية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء برضو تظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة بالأمور المالية فممكن شوي يكون في خلافات أو التزامات أو قلق مالي أو تستاء من بعض يعني بعض المسائل اللي ممكن تظهر بشكل مفاجئ إلها علاقة بالمال يعني بدك تدير بالك وبرضو تبعد عن المصاريف وعن الأشياء اللي أنت مش بحاجتها أما بالنسبة للبيت الثالث فالأمور هنا عصبية جدا لا تحاول تفرض رأيك لا تحاول تتهكم ما تحاول تسيء للي حواليك بتصرفاتك أو بكلامك الجارح اللي ممكن بدون قصد يطلع بدك تحذر أثناء اتصالاتك أثناء حواراتك أثناء تنقلاتك ما في داعي للمغامرة بدك تركز من الإصابات أو الحوادث الفترة هاي شوي فيها نوع من أنواع الضغط وما تتسرع بالإجابات إذا كان عندك مقابلة أو امتحان أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا على مستوى البيت الروتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بتتعامل بينك وبين أفراد العائلة أو بالأمور البيتية أو العقارية بشكل روتيني خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة وبتدعمك على المستوى العاطفي فممكن تعمل نوع من أنواع التقارب أو اللقاء ما بينك وبين الحبيب أو الاندماج ما بينكم في مسألة معينة أو حلة مشكلة معينة ممكن تتشاوروا بمسألة ولكن دير بالك أنك تتحسس أو يكون لك ردات فعل سلبية أو تسيء للحبيب أو لأحد الأبناء أو الوالدين بدون قصد أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل فيها نوع من أنواع التوتر إما مسألة بتتعلق بالعمل أو بعمل يعني بأوراق عمل أو عقود أو مشروع معين أو أمور إلها علاقة بالوضع الصحي والتقلبات الصحية اللي بتكون بحاجة للرعاية أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا الفترة هاي مناسبة للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكاتكم بدك تتجنب الإنفعالات اللي ممكن تخفي عداوي لاسيما مع الإدارات والمسؤولين بحذرك من المشاركة بأي جدال أو صراع لأنك رح تكون خاسر والخصم متاعك رح يكون أقوى منك بالفترة هاي الأما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء بتدعمك على مستوى الأموال المشتركة فممكن اليوم تعزز بعض المسائل المالية المشتركة أو أمور إلها علاقة بالقروض أو بالديون أو شراء شيء بالتقصيد أو أشياء إلها علاقة بالبنوك والضريبة والتأمين ممكن أموال أشياء إلها علاقة بالميراث والنسبة للبيت التاسع فالأجواء ضاغطة على مستوى اتصالاتك لبعيدة وتواصلك مع أشخاص خارج البلاد ممكن تحمل قلق أو خوف على صحة أحدهم أو على مسألة بتطرأ على الساحة إلها علاقة بدول ما أو بسفر ما أو بعمل خارج البلاد ممكن مؤسسات تعليمية أو دراسة أو منهاجية أو مثلا تحتد في نقاش معين إلها علاقة بالدين أو بالفلسفي أو بالسياسي أو بأمور إلها علاقة بالأمور الروحانية أو الغيبية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة وبتدعمك خلال هذا اليوم على مستوى بيت السمعة ممكن تدافع عن سمعتك أو تعززها أو موضوع إلها علاقة بالعمل عمل جديد أو تقديم طلبات لعمل أو مقابلات أهم إشي أنك تخلي تعاملك مع زملائك أو رؤسائك بالعمل بشكل جيد أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فبيحمل لك نوع من أنواع التلاقي أو الود ما بينك وبين أصدقائك أو التقارب معهم ممكن يتوجه لك اليوم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء معين يعني بتعزز اليوم من علاقاتك الإجتماعية وصداقاتك بشكل قوي أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء الروتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني إنجازك لأعمالك ورقابتك لصحتك بتكون بشكل روتيني ممكن تشعر ببعض التعب أو لازم تراقب صحتك وتراقب غذائك وبرضو في نفس اللحظة ممكن تحمل لك قلق على صحة أحد الأحبة برج القوس طبعا بما أنه بلش الآن القمر يتجه مقابلك فمعناته في ضغط بالفترة فعشان هيك بدك تنتبه على تقلبات المزاج عندك ردات الفعل السلبية الحساسية سوء التفاهم ممكن يكون ظاهر بشكل كبير اليوم أهم مش إنك ما تهمل بحالك ولا تهمل بشخصيتك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على المستوى الأمور المالية فممكن تنهمك ببعض المسائل المالية خلال هذا اليوم أو المصاريف أو الدفعات أو يخيب أملك من شخص طلبت منه دعم أو مساعدة أو تتعطل بعض المسائل المالية خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنه فيها نوع من أنواع الإيجابية شيئا ما إلا إنه عصبيتك وحديتك هي اللي ممكن تتعطل عليك ممكن تنشط باتصالات وحوارات وتنقلات خلال هذا اليوم برضو بدك تنتبه أثناء تنقلاتك أو أثناء حركتك من الإصابات والحوادث ممكن يصير معك عطل في سيارتك أو أشياء لها علاقة بأخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى البيت فتعمل نوع من أنواع التفاهم أو التلاقي أو الاندماج ما بينك وبين أحد أفراد العائلة ممكن تحل مسألة معينة أو تتقارب ما بينك وبين أحد أفراد العائلة في مسألة معينة تقريبا الأمور بتكون لصالحك خلال هاي الفترة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي تقريبا ما زالت فيها نوع من أنواع الإيجابية اللي بتقارب ما بينك وبين الحبيب ولكن تقلبات المزاج ممكن تسيء أو تتحسس من تصرفات الحبيب أو تعاتبه بمسألة العلاقة بالإهمال أو التقاعص بمسألة معينة ولكن تتخذ نوع من أنواع الأعذار أهم مش أنك ما تدخل بخلافات حادة ما بينك وبين أبنائك أو أحد الوالدين بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت السادس فالقمر طبعا موجود في نفس المكان فعشان هيك رغم تراكم العمل أنتوا قادرين على إنجاز حصة الأسد منه نظموا جدوى الغذائكم وخذوا قسط كافي من الراحة ما تلتهي ومن المستحسن أنك تبدأ عملك باكر إذا أردت أنك أنت تنجح أو تأدي نتائج مرضية فترة مثمرة وسعيدة تتلقى نتائج لجهودك السابقة وبتنطلق في مرحلة جديدة أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا الأجواء على مستوى الشراك المالي والعاطفية جيدة وبتدعمك وبتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك خلال هذا اليوم فبتحملك إما مصالحة أو تلاقي أو مرافقة على مسألة معينة أو حل موضوع معين الأجواء على مستوى كل الأمور اللي إلها علاقة بالشراك المالية أو العاطفية يعني بالعمل أو ما بين الأزواج تقريبا فيها إيجابية أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا ضاغطة على مسائل الأموال المشتركة فهنا يا بخيب أملك يا بالتغي قرض أو مساعدة أو ما بتنجح بتحصيل بعض القروض أو المساعدات بالفترة هاي ممكن تكثر عندك بعض المتطلبات المالية أو القلق المالي أو مواضيع إلها علاقة بالفوتير أو السداد أو أمور إلها علاقة بالبنوك أو الضريبة أو التأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى أمور إلها علاقة بالاتصالات البعيدة ممكن يصلك بس خبر من خارج البلاد مزعج إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوظ ممكن يصير لك بعض الاهتمامات ببعض المسائل التعليمية أو العلمية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة جيدة وبتعمل تقارب جيد ما بينك وبين زملائك ورؤساك بالعمل ممكن تدافع عن سمعتك بشكل قوي وممكن تستغل أحد العلاقات لأيه مشورته مثلا أو للتشاور معاه في مسألة معينة تكون لصالحك أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأجواء شوي فيها يعني نوع من أنواع الروتينية ما في عندك الرغبة الكبيرة للتواصل مع المجتمع شوي بتحاول أنك تحل بعض المسائل المهمة ممكن يكون لك تواصل مع بعض الأصدقاء ولكن مش بطريقتك أو بطبيعتك أنك أنت منفتح على الجميع أو بدك تتواصل مع الجميع فالأجواء الروتينية يعني بتهتم بس بالمسائل المهمة خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فالأجواء جيدة بتساعدك على إنجاز بعض الأعمال أو الاهتمام ببعض الأعمال أو إنجازها أو الاهتمام ببعض الشؤون الصحية أو الرقابة الصحية أو الاهتمامات الصحية إلك أو لا أحد الأحبة برج الجدي طبعا الفترة هاي مع التقابلات هاي لكل الكواكب اللي موجودة عندك بلوتو المشتري وزحل اللي كلهم بيتراجعوا تقابلها مع الشمس فمعناته أنت على الوضع النفسي متقلب بشكل كبير مصاب بنوع من أنواع الإحباط أو نوع من أنواع التقلب بالمزاج أو نوع من أنواع الوسوسة أو الشك ببعض الأمور شوي يعني الوضع النفسي عندك ضاغط عليك في منك جزء كبير رح يكون داخل في مرحلة زي مراحل الاكتئاب رغم وجود القمر في مكان مناسب لإلك وبدعمك بشكل قوي في بعض المسائل ولكن بركز على الأمور العاطفية وإنت شوي ممكن تتحسس من بعض المسائل أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا على المستوى المالي ضاغطة إما قلق أو ظهور بعض المصاريف أو الالتزامات أو الدفعات أو الترتيبات المالية بشكل سلبي عشان هيك بيصير في عندك تقلبات مالية بالفترة هاي أو الالتزامات أو اهتمامات ببعض المسائل المالية بشكل كبير أهم شيء تقللوا من مصاريفكم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والتنقلات وعندك قدرة على الإقناع إذا استغليتها بشكل إيجابي بدون تسرع وبدون عصبية وبدون ردات فعل عصبية ممكن تهتم ببعض التنقلات أو إنجاز بعض الأعمال خلال هذا اليوم أهم شيء إذا عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت شوي بتسبب لك نوع من أنواع الإرباك رغم إنها إيجابية إلا إنك ممكن تقلق بشأن أحد الأبناء أو أحد أفراد العائلة أو الاهتمامات المنزلية أو ظهور بعض المشاكل أو العقبات البيتية خلال الفترة هاي أما بالنسبة للبيت الخامس فالقمر طبعا موجود فيه فبترغبوا اليوم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني أهمش إنك ما تتردد في التعبير عن عواطفك حاول تكريس مزيد من الوقت لأحبائك بتنمو بعض العلاقات وبتزدهر ولكن لا تسمح للشؤون الشخصية بالتأثير عليك أما بالنسبة للبيت السادس على مستوى العمل الأمور جيدة فممكن تهتم ببعض المسائل العملية خلال هذا اليوم أو تنجز بعض الأعمال بشكل جيد وبتدعمك بقوة وممكن برضو تهتم ببعض الشؤون الصحية وتكون النتائج إيجابية يعني الأجواء بتدعمك بشكل قوي على مستوى بيتك السادس أما بالنسبة للبيت السابع يعني شوي الأجواء متقلبة يعني فيها روتين يعني قاتل بطريقة التعامل ما بينك وبين الشريك ممكن تحدث بعض الخلافات أو تنشب بعض سوء التفاهم أو الحدية بالطباع أثناء تعاملك مع الشريك بالفترة هاي حاول أنك تخليها بالجو الروتيني وما تكبر المشاكل أنا بعرف أنك مضغوط الفترة هاي ولكن برضو ما تزيد الأمور على الشريك في بعض المسائل أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى الأموال المشتركة فممكن اليوم تظهر بعض المسائل المالية أو البنكية أو الأمور اللي إلها علاقة بضريبة أو تأمين أو قروض أو أشياء من هذا القبيل أو تهتم بإجراء بعض المعاملات اللي رح تساعدك في بعض المسائل وتكون لصالحك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء شوي على مستوى الاتصالات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد بتكون ضعيفة يعني مش عند الكل في منك رح يهتم ببعض المسائل العلمية أو الأكاديمية مثلا أو دراسة أو أشياء لها علاقة بالاستراد أو التصدير أو مع العمل مع المؤسسات الكبيرة زي التعليمية أو الثقافية أو الشركات اللي بتعتمد على الاستراد والتصدير أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة تقريبا جيدة وبتدعمك فممكن تعزز سمعتك خلال هذا النهار وممكن تدافع عن سمعتك بشكل قوي وممكن يكون لك تعامل جيد مع زميلك أو مع زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء برضو بحيطك بنوع من أنواع الجو الإيجابي وبعمل نوع من أنواع التقرب أو التلاقي أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو حل بعض المشاكل أو الخلافات القديمة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء روتينية لغاية ساعات المساء ولكن في ساعات المساء بصير فيه نوع من أنواع الضغط السلبي إما على العمل وإما على الصحة فبدك تنتبه لنوع من أنواع تراكم العمل عندك وبرضو من أشياء لإلها علاقة بالتقلبات الصحية برج الدلو طبعا بما أن القمر في البيت الرابع لإلك معناته بيتك الأول شوي بيحدث نوع من أنواع المخاوف أو التقلبات بالمزاج أو الحدية بالطباع الأجواء مش مساعدة بالشكل كبير وبرضو بتضغط على بيتك الشخصي يعني بتخلي عندك نوع من أنواع القلق أو توتر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى الأموال المشتركة أو على مستوى الأموال فمنكم ممكن يحصل بعض الأموال اللي بتجي من عمل إضافي أو دعم أو هبات أو مساعدات أو تحصيل حقوق لا إله وفي منكم رح ينهمك ببعض المسائل المالية أو يجد حلول أو إيجاد حلول لبعض الأشياء المعقدة أهم شيء أنك ما تبالغ بمصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتدعمك على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات برضو عندك سرعة بديهة عالية وهي بتعملك نوع من أنواع التلاقي أو التقابل الجيد ما بينك وبين بعض الأشخاص ممكن تناقش بقوة وبثقة وتقنع أي شخص بوجهة نظرك ولكن بالمقابل تنتبه أثناء حركتك وتنقلاتك من الإصابات والحوادث أما بالنسبة للبيت الرابع فالقمر طبعا موجود فيه فعشان هيك بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم أو مسكانكم وممكن تعزيز الروابط العائلية وممكن تنشغل بمسألة عائلية أهم شيء ما تترك أحد الأشخاص يحبطك أو يحبط طموحاتك أو يتدخل في شؤونك حاذر من الخلافات وما تضخم الأمور فبتبدو في الفترة هاي مرها في الحس متوتر بسبب قلق ما الفترة هاي ممكن شوي يكون فيها إلا علاقة إما بارتباط بشخص معين أو وعك صحي إلك أو لأحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء العاطفية جيدة والحضوض بتدعمك خلال هذا اليوم يعني ممكن تتعزز بعض المسائل أو تنجح في بعض الأمور أو تدعمك في بعض المسائل أهمش أنك ما تتحسس وما تتخوف بالفترة هاي وما تنخل بنقاشات حادي ما بينك وبين أفراد العائلة أو الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء برضو فيها نوع من أنواع الحدية إلها تقلبات بتسبب لك بعض الإرباكات على مستوى العمل أو على مستوى الصحة تظهر بعض المسائل اللي على مستوى العمل أو بينطاق عملك أو بمجال عملك شوي ممكن تكون صعبة أو يكون بإدها نوع من أنواع التركيز أو الاهتمام المبالغ فيه أما بالنسبة للوضع الصحي فالتقلبات ممكن تحدث بأي شيء وإذا شعرت بأي تقلبات صحية راجع طبيبك أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي فالأجواء يعني شوي بتعمل نوع من أنواع الخوف أو التوتر على الشريك أو القلق عليه أو الاهتمام فيه المباشر ولكن لا تسمح للخلافات إنها تكبر ما بينكم أو صير خلاف أو انتقاد أو سوء تفاهم فتصير مشكلة من لا شيء أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة على مستوى الأموال المشتركة وأي بتساعدك لإنجاز بعض المسائل اللي إلهي علاقة بالديون أو القروض أو سداد ديون أو اهتمام بمسائل إلهي علاقة بالقضايا اللي إلهي علاقة بالأمور المالية قضايا إلك ممكن تهتم باستحقاقات أو سداد مبالغ معينة أو أمور إلهي علاقة بالضريبة أو التأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء يعني تقريبا يعني مش قوية كثير على مستوى الاتصالات البعيدة أو الحوارات ما عندك تركيز قوي مخك مشغول في أكثر من مسألة فعشان هيك إذا كان عندك امتحان أو مقابل اليوم بدك تركز بشكل جيد ما تعتمد على الحظ إذا كان عندك امتحان برضو بدك ما تتسرع بالجواب إذا عندك اتصالات خارجية حاول إنك تكون مرن ما تتصلب برأيك وما تحاول تتدخل في شؤون غيرك أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء لصالحك وبتدعمك بشكل قوي على مستوى السمعة وبتعزز من قوة شخصيتك وسمعتك وممكن يكون لك تعامل جيد ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء برضو بتعمل على نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أصدقائك فممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو تستغل أحد الوسطات أو المعارف لمساعدتك في مسألة ما أما بالنسبة لبيت المتاعب فما في أي خوف بالعكس الأجواء جيدة يعني ممكن تظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل يعني يتراكم عندك بعض الأمور أو الأعمال خلال هذا اليوم أو تتوتر من مسألة معينة أو أمور إلها علاقة بصحتك أو صحة أحد الأحبة برج الحوت طبعا بالنسبة للبيت الأول الأجواء جيدة وبتدعمك بقوة خلال هذا اليوم عندك ثقة بالنفس عالية جدا سرعة بديهة عالية جدا برضو رغبة بالتغييرات واللقاءات والنشاطات عالية جدا أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي هي المربكة هي اللي بتحدث بعض الخلافات هي اللي بتخليك تصرف هي اللي بتعطيك رغبة بأنك أنت تصرف فلوس أهم شيء أنك تحاول تحصل بعض المكاسب وتستغل الفرص الإيجابية لتدعيم وضعك المالي ولكن حاول أنك تقلل من المصاري في قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم بتنشطوا في أمور الدراسة والسفر والاتصالات الفترة هاي مناسبة للخروج في نزهة قصيرة بيكون عندكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار حافظ على الموضوعية والهدوء والرصانة حصن نفسك بالمعنويات المرتفعة بتكون تنقلاتك مهمة وبتمتع بسرعة الخاطر وقوة الأفكار والأعذار ممكن تتمتع بدينماكية وحماسة عالية جدا أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت جيدة وممتازة برضو ممكن أنك تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة اللي إلها علاقة في البيت ممكن تحل بعض المسائل اللي إلها علاقة بالعقار أو بالعائلة أو تلاقي على مسألة معينة أو ممكن تنجز إنجازات كان صعب أنك تنجزها بالفترة الماضية ممكن تظهر بعض المسائل اللي شوي ممكن تسبب لك بعض الإرباكات من تصلحات أو ترتيبات أو مشاكل عقارية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء ضاغطة على المستوى العاطفي فما زالت الأجواء فيها نوع من أنواع الحدية أو سوء التفاهم على المستوى العاطفي ممكن تحمل لك تقلب بالمزاج أو تستاء من تصرف الحبيب خلال الفترة هاي ممكن يقول لك بعض الانتقادات أو القلق على صحة أحد الأحبة أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة شيئا ما على مستوى العمل صحيح أنه في جهد كبير أو ضغط كبير على مكان العمل ولكن عندك قدرة على إنجازها وعندك سرعة بديهة عالية جدا تنشي لك من كثير من الأمور إذا شعرت ببعض التقلبات الصحية حاول أنك ما تهملها وراجع طبيبك أما بالنسبة للبيت السابع فهو بدعمك على مستوى الشراكي الشراكي المالي والعاطفية والتقارب ما بينكم وبين الأزواج فممكن تحمل مصالحة أو تراجع عن قرار سابق أو حل مشكلة كان صعب أنها تنحل بالفترة الماضية اليوم مناسب لوضع نقاط أو النقاط على الحروف لحل بعض المسائل أما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الأموال المشتركة جيدة فبتساعدك بحل بعض المسائل اللي إلهي علاقة بالأمور المالية أو بتنهمك بحل بعض المسائل اللي إلهي علاقة بالأقصاط أو القروض أو البنوك أو الضريبة أو التأمين أو بعض الديون أو مطالبات مالية لا إلك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات مع أشخاص خارج البلاد أو مسائل تعليمية أو مؤسسات تعليمية أو دورات أو ثقافات أو أمور غيبية الأجواء جيدة وبتدعمك بقوة خلال هذا اليوم ممكن تنجز بعض الإنجازات اللي تكون لصالحك أما بالنسبة لبيت السمعة فهو قوي جدا بيدعمك فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن يكون لك تعاون مباشر ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل وممكن تسمع نوع من أنواع الإطراء أو أشياء يعني تكون دعملة إلك أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بيدعمك عن مستوى علاقاتك واتصالاتك وأصدقائك فاليوم بيحمل لك يعني يا موعد يا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو تواصل مع بعض الأصدقاء أو استغلال بعض العلاقات لدعمك في مسألة معينة أو مشاورتهم في مسألة مأرقيتك أو محيريتك أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء شوي فيها نوع من أنواع الإيجابية يعني برضو بتقدر تنجز أعمالك ممكن تهتم ببعض المسائل الصحية أو تراقب غذاءك مثلا أو يكون لك بعض الاهتمامات بصحة أحد الأحبة أو معيادة مريض أو زيارة مريض أو قلق على أحد الأحبة بيكون مريض هيك من نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء